أهلا بكم أحباء الكرام في الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث عن قريش وقلنا أنها من أصل كلمة آرامية قريشة معناها سقيفة للدلالة على البيت الذي جاء في الآية الثالثة فليعبدوا رب هذا البيت وهي من فعل قريش بمعنى يسقف البيت بالقش لاحظ نضع حرف الراء فتصير قش بدل قريش فالرواية الإسلامية تخبرنا عن إعادة بناء سدة قريش للكعبة بعد سقوطها عندما كان محمد شاب لم يعرف الرسالة بعد فربما جاءت هذه التسمية للدلالة على إعادة البناء الهيكل في مكان آخر بعد سقوطه سنة سبعين ميلادية ولتعويض العرب على مكان آخر يحجون إليه ويقومون بتجارتهم أو ربما تجمع الحاجيج حول البيت من تقريش القوم باللسان العربي ومعناه التجمع كما جاء في لسان العرب لابن منظور عن ابن سيده نعود لما قلناه في الحلقة الماضية لما جاء في التناخ الكتاب المقدس لليهود حيث يخبرنا عن حج قبيلة قدار أبناء إسماعيل وهي قبيلة عربية قديمة بل كانت مملكة سميت بمملكة أدوماتو وهو الإسم الأشوري لدومة الجنل وكذلك نبيوت الإبن الأكبر بين قوسين الأنباط كلهم أحفاد إسماعيل بحسب التناخ وبهذا الخبر يمكن أن نفهم علاقة إسماعيل بما يسمى قريش ففيه إشارة لتجمع قبائل قدار ونبيوت وذلك كما قلنا في صفر أشعية لإصحاح ستين العدد سبعة إذن قبيلة قدار ونبيوت تجمع للرحيل نحو بيت الرب وهو التقريش وذلك لتقديم الدبائح من الأغنام والكباش وتجمعهم وتقريشهم هذا يتم في بيت هامقداش وكلمة الهدي والقلائد في صورة المائدة الآية سبعة وتسعين تفيد تقليد الدبائح بخيوط قرمزية للدلالة على الدبيحة وذلك في بيت المقدس أرشاليم مدينة السلام البلد الأمين التي يرمز لها في النص القرآن في صورة قريش بالآية الأخيرة وآمنهم من خوف ولا ننسى تقديمة الدبائح لإطعامهم من جوع نحن لا نناقش التاريخ المادي لقبائل قدار ونبيوت واختلاف الآراء في هذا الموضوع وإنما تأثر النص القرآني بالكتاب اليهودي التناخ فهذا النوع من الرحلات الدينية جاء ذكرها كذلك في صورة الحج الآية سبعة وعشرين وثمية عشرين وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويدكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وطعموا البائسة الفقير لاحظوا معي ذكر عبارة كل ضامر أي الإبل والجمال كما جاء في أشعية الإصحاح ستين العدد ستة الجمال والبكران أي صغار الجمال ثم ليشهدوا منافع لهم ويدكروا اسم الله في أيام معلومات إشارة للتجارة والحج في آن واحد فكلوا منها وطعموا البائسة الفقير إشارة للآية الأخيرة كما قلنا في سورة قريش الذين أطعمهم من جوع عفوا وهذا ما جاء في صفر التثنية الإصحاح 16-11 وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك أبنتك وعبدك وآمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك في المكان الذي يختاره الرب إلهك يحل اسمه فيه بين قوسين بيت إيل وقد سبق أن أشارت التوراة لهذا الإحسان الإصحاح 22 من العدد 21 إلى العدد 22 لأن بني إسرائيل كانوا حسب التوراة مستضعفين في أرض مصر ولهذا يجب عليهم الشكر لله والإحسان للفقير والغريب واليتيم والأرملة وهذا تؤكده كذلك سورة الضحى يعني لو لاحظنا من الآية 69 إلى الآية 11 ثم يأتي صفر زكريا الإصحاح 14 العدد 16 ليقدم لنا رحلة الشتاء يقول العدد ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أرشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا لملك رب الجنود وليعيدوا عيد المضال وهنا إشارة لعيد سوكوت أحد الأعياد الثلاثة الكبرى التي كان على اليهود أن يحجوا فيها إلى أرشليم فعيد المضال سوكوت للطلب المطر وعيد الفصح بصاخ لإحياء خروج بني إسرائيل من مصر وبعد سبع أسابيع أي خمسين يوما تقريبا يحتفل بعيد العنصر اليهودي شفعوت وهو عيد الحصاد إشارة لرحلة الصيب لتقديمة البكورة وكذلك عيد نزول الشريعة على موسى فهذه الأعياد الكبرى لليهود كان العرب يشاركون فيها بزيارة بيت المقدس بيتها مقداش بحسب التناخ وتسمى هذه الزيارة كما قلنا بالحج أو بالحق باللغة الأرامية كذلك باللغة العبرية بمعنى عيد وهو احتفال ديني على شكل دائري كما قلنا فعملية الطواف حول البيت سبع مرات وهو رقم الكمال عند العرب وعند شعوب أخرى نجد بني إسرائيل كانوا يطوفون حول الهيكل في أعيادهم التي ذكرناها كما طافوا سبع مرات حول مدينة أريحة في اليوم السابع من حصارهم لهذه المدينة أيام يشوع بن يونان وذلك في صفر يشوع الإصحاح السادس خلاصة القول سورة قريش تتحدث عن عادة تجمع احتفال ديني وتجاري حول بيت الله بيت إيل مرتين في السنة مرة في الصيف وأخرى في الشتاء وهذا ما أكده كل من الأسقف أبي فانيوس عن رحلة الشتاء والمؤرخ بروكوبيوس عن رحلة الصيف وكذلك التناخ لما ذكر حج قبائل عربية من مملكة قدار ونبيوت كانت تحج لبيتها مقداش لطلب المطر في الشتاء وتقديم الدبائح في الصيف كشكر على محاصيل السنة فقريش ليست قبيلة ينتمي لها الرسول ولكن تجمع ديني تجاري أيام الحج عند بيت الله ولزيادة في التأكيد بقي العرب يحجون بيت المقدس في الأعياد التي ذكرناها كعيد العنصرة حتى القرن الأول الميلادي كما يخبرنا سفر أعمال الرسل الإصحاح اثنين العدد أحداش فعندما تهدم الهيكل سنة سبعين ميلادية اختيرت أماكن أخرى للحج ولتكملة هذا الموضوع كونوا معنا وإلى الليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر